بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن أحمد الله تعالى وأشكره أستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ينعقد هذا المجلس الذي نستكثر فيه في ليلتنا الشريفة المباركة هذه من صلاتنا وسلامنا على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين الذي أوصانا بالكثار من الصلاة والسلام عليه في مثل هذه الليلة فقال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو المجلس الثاني أيها المباركون من مجالس مدارستنا لتهذيب السيرة النبوية وموجزها المختصر من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه وقد تقدم في المجلس المنصر أنه أحد فصول هذا الكتاب الذي قدم فيه الإمام النووي رحمه الله هذا المدخل الموجز النبذة اليسيرة من رسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ذكره لتراجم الأعلام والآئمة والمحدثين والفقهاء وغيرهم ممن أودع أخبارهم وسيرهم كتابه تهذيب الأسماء واللغات في المجلس الأول تقدم بعض ما جاء في هذا الكتاب وتحديدا ما يتعلق باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه واسم أمه وولادته وكان الوقوف عند وفاته صلى الله عليه وسلم لنواصل في مجلس هذه الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث عن باقي الفصول الواردة في هذا المدخل المختصر فيما يتعلق بدفنه صلى الله عليه وسلم وعموره حين وفاته عليه الصلاة والسلام وأيضا ما يتصل بذلك مما ساقه المصنف رحمه الله تباعا وكل ذلك كما تقدم مدخل مهم يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة لتوثيق معرفته وصلته بنبي أمته صلى الله عليه وسلم وما ينبني على ذلك من الإيمان والمحبة التي تقود إلى صادق الطاعة والاستنان والتأسي برسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه سائرين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله دفنه وعمره صلى الله عليه وسلم ودفن يوم الثلثاء حين زالت الشمس وقيل ليلة الأربعاء وتوفي صلى الله عليه وسلم وله ثلاث وستون سنة وقيل خمس وستون سنة وقيل ستون سنة والأولى أصح وأشهر وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح قال العلماء الجمع بين الروايات أن من روى ستين لم يعد معها الكسور ومن روى خمسا وستين عد سنتي المولد والوفاة ومن روى ثلاثا وستين لم يعدهما والصحيح ثلاث وستون سنة وكذلك الصحيح في سن أبي بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم ثلاث وستون سنة هاتان مسألتان أولاهم الحديث عن وقت دفنه صلى الله عليه وسلم والأخرى فيما يتعلق بعمره الشريف وكم بلغ من السنوات صلى الله عليه وسلم وإنما تطرق للحديث عن وقت الدفن لأنه انتهى فيما سبق من الحديث عن وقت الوفاة فقد تقدم ليلة الجمعة الماضية أنه قال وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة انخلت من شهر ربيع الأول سنة احدى عشرة من الهجرة ثم قال هاهنا ودفنا يوم الثلاثاء حين زالت الشمس صلوات الله وسلامه عليه فإذا كانت الوفاة يوم الاثنين ضحى أو عند اشتداد النهار كما تقدم فإن الدفن في أحد قوليه كان يوم الثلاثاء وفي القول الآخر أنه كان ليلة الأربعاء أي من اليوم التالي وهذا قول المصنف رحمه الله ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس وقيل ليلة الأربعاء وعلى هذين القولين تواردت كتب السير في ذكر وقت دفنه صلى الله عليه وسلم وقبل أن نرجى في المسألة الثانية فيما يتعلق بعمره الشريف وكان بلغ من السنوات صلوات الله وسلامه عليه اعلموا رعاكم الله أن الدفن لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر يوما وليلة أو ليلة ويوما وبعضا من ليلة اليوم الثاني كما هو بين من هذين القولين وهذا التأخر له أسبابه المهمة التي ينبغي الوقوف عليها ومعرفتها حتى لا يبقى المسلم حائرا في سبب تأخير الصحابة رضي الله عنهم لدفن نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما ماته لكن اعلموا أولا أنه لم يدفن في اليوم الذي مات فيه يعني يوم الاثنين ولا ليلته ليلة الثلثاء بل تأخر إلى اليوم التالي فعلى أحد القولين كان في نهار يوم الثلثاء وعلى القول الآخر كان إلى دخول ليلة الأربعاء يعني بعدها في المساء وهذا التأخر له أسبابه التي يأتي ذكرها الآن ولكن ينبغي أيضا تقرير طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف حيا وميتا كما قال الصحابة رضي الله عنهم وفي حديث عائشة في قصة موته صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري قالت فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا إلى آخر الحديث ومثله من حديث العباس ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد في المسند وغيره فجسده صلى الله عليه وسلم طاهر شريف محفوظ بحفظ الله وإنما ندبنا في الشريعة إلى تعجيل دفن الموتى وإكرامهم من أجل خشية تغير الأجساد بعد الوفاة وهذا مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتغير بسبب الموت فعندئذ لا كراهة إذا دعت الحاجة إلى تأخير الدفن كما سيأتي أما تأخير دفنه على يدي الصحابة رضي الله عنهم فإن ذلك يعود إلى جملة من الأسباب أولها حرصهم رضي الله عنهم على الصلاة عليه أجل فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم جميع الناس الرجال والنساء والصبيان صلوا أرسالاً أي جماعات متفرقينة وجماعات لم يأمهم إمام واحد وإنما كان يدخل الجميع منهم حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم بعدما غسل وكفن فيصلون عليه فراداً وهذا الأمر بهذه الطريقة لا بد أن يستغرق كثيراً من الوقت ولا بد ولهذا جاء في موطئ الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أنه صلى عليه الناس أفذاذاً لا يأمهم أحد وروا بن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره فكان الناس يدخلون زمراً زمراً يصلون عليه ويخرجون ولم يأمهم أحد وقد كان اختلافهم في شأن غسله صلى الله عليه وسلم ومن يغسله وأين يدفن كل ذلك مما يستغرق شيئاً من الوقت وهذا سبب آخر هو التشاور فيما بينهم في طريقة غسله ومن يغسله وأين يدفن فإنه أيضاً مما جرى فيه بينهم التشاور والنقاش حتى اهتدوا إلى ما أراد الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدعو أيضاً إلى بعض التأخر حتى وقفوا على أنه يدفن الأنبياء حيث تقبض أرواحهم وحتى انتهوا إلى أن يكون آل بيته الكرام رضي الله عنهم هم من يتولى تغسيله وتكفينه كما سيأتي بعد قليل إذا كان هذان سببان معقولان وهو المشاورة في شأن غسله ودفنه وأيضاً ما حصل بسبب تأخر الصلاة عليه حتى انتهت الأمة كلها رجالاً ونساءً وصبياناً من صلاتهم عليه أرسالاً أفراداً جماعات تلو جماعات تدخل حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم إذا كان هذان سببان معقولان فألموا أن هناك ما هو أعظم من أسباب التأخر التي دعت إلى إبطاء الصحابة رضي الله عنهم وهو وقع هذه الفاجعة على قلوبهم رضي الله عنهم جميعاً أي والله فلم تكد عقولهم وقلوبهم تصدق ما حصل وتطيق هذا الأمر الجلل الذي فجعوا به وفطرت عليه قلوبهم رضي الله عنهم جميعاً حتى إن بعض الصحابة حصل منه شيء من عدم تصديق الأمر في بادئه وإنكار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وكان من الصحابة من أصمت ومنهم من أقعد إلى الأرض فلم يستطع حراكاً فلم يصب الصحابة رضي الله عنهم بمصاب أعظم من ذلك اليوم بل لا والله لم تصب الأمة كلها إلى اليوم بمثل مصابها بموت نبيها صلى الله عليه وسلم حتى قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه فيما أنشد لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمةً عشية عن لوه الثرى لا يوسدوا وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوماً رزية هالك رزية يوم يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وسلم فهذان الأمران وما أضيف إليهما من هول الواقعة وشدة الخطب وعظم المصاب كان تفسيراً واقعياً لما حصل من تأخير دفنه وإذا أضفنا إليها هذا الأمر الأخير وهو اشتغال الصحابة رضي الله عنهم بما يحفظ على الأمة أمرها وشأنها أي ما كانوا يتشاورون فيه من شأن ولاية الأمر من بعده وخلافته في الأمة عليه الصلاة والسلام فهذا أمر جلل وقد كان منهم رضي الله عنهم المشاورة والنقاش والنظر في هذا الأمر على ما كان في سقيفة بني ساعدة ومشاورة الصحابة بين المهاجرين والأنصار حتى اتهوا رضي الله عنهم إلى مبايعة الصديق أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم وهذا من أجل اختيار الخليفة لتوحيد راية الأمة وقطع سبل التفرقة على الشيطان لألا يخلو الناس من إمام يقيم فيهم الحق ويخلف نبيهم صلى الله عليه وسلم في الشؤون العظام وهذا أعظم أمر دعاهم إلى التأخر في دفنه قال الإمام الزرقاني رحمه الله معلقاً على الأثر الذي أورده الإمام مالك في الموطئ فيما أورد قبل قليل قال إنما أخروا دفنه لاختلافهم في موته أو في محل دفنه أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة حتى استقر الأمر على الصديق قال وَلِدَهْشَتِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْهَائِلِ الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله فصار بعضهم كجسد بلا روح وبعضهم عاجزاً عن النطق وبعضهم عن المشي أو لخوف هجوم عدو أو لصلاة جم غفير عليه انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا جمع لطيف مركز لكل تلك الأسباب مجتمعة أو منفردة لكنها لا تخرج عن هذا السياق ومع هذه الأسباب المتنوعة والأحداث المتعددة في تأخير دفن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن يوم وفاته فإن الأمر أيضاً لم يستغرق أياماً متتابعة وليالية متتالية ولا أسابيع بل الأمر كان أقل من ذلك بكثير أقصد أننا لو قسنا تلك الأسباب وعظيم وقعها وحاجتها إلى كثير من الوقت حتى تتم بالنظر إلى ما احتاج إليه الصحابة رضي الله عنهم من الوقت لدفن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن شيئاً يذكر فإنه لم يكن إلا شيئاً من نهار الاثنين وليلة الثلاثاء في المساء يعني ثم نهار الثلاثاء وعلى أحد القولين جزءاً من النهار وعلى القول الآخر دفن وسط ليلة الأربعاء يعني الأمر كله يا كرام لم يستغرق أكثر من ثمانين وأربعين ساعة وهذا وقت قصير جداً بإزاء ما ذكر من الأسباب ولا يكاد يحصل هذا إلا كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبناء على ذلك فقد اختلف المحدثون والمؤرخون في اليوم الذي دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إليه الإمام النووي هنا رحمه الله إيجازاً اختلفوا على قولين الأول أنه دفن ليلة الأربعاء وهو قول الأكثرين واستذلوا لذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء كما أخرجه الإمام أحمد في المسند وله متابعات ترتقي بها إلى الحسن وأما القول الثاني فهو أنه دفن يوم الثلاثاء نهاراً قال الإمام المكثير رحمه الله بعد ذكر القول الثاني وهو أنه يوم الثلاثاء قال هو قول غريب والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه عليه الصلاة والسلام دفن يوم الاثنين توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء كما ذكر في البداية والنهاية القول الآخر أنه دفن يوم الثلاثاء وردت به مجموعة من الآثار حتى قال الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى هو قول أكثر أهل الأخبار وفي موطأ مالك كما تقدم بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصل الناس عليه أفذاذاً لا يأمهم أحد وتقدم أثر سعيد بن المسيب أيضاً في مصنف ابن أبي شيبة وفي الشمائل للإمام الترمذي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء قال الإمام الترمذي هذا حديث غريب وفي شرح السنة قال عروة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن في آخر الليل من ليلة الثلاثاء أو مع الصبح قال عكرمة دفن ليلة الأربعاء وعن الأوزاعي كما في دلائل النبوة للبيهقي قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول قبل أن ينتصف النهار ودفن يوم الثلاثاء وكذا عن ابن جريج قال أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الضحى يوم الاثنين ودفن في الغد في الضحى وأما الوفاة فقد تقدم أنها لما اشتد الضحى من يوم الاثنين باتفاق محدثين كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال أبو بكر رضي الصديق رضي الله عنها لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين أخرجه الإمام البخاري قال هنا النووي رحمه الله بعدما ذكر مسألة الدفن وهو يشير إلى ترجيح ما رجحه الحافظ بن عبد البر وقال إنه عليه أكثر الأخبار أنه يوم الثلاثاء والإمام بن كثير رجح القول الآخر أنه ليلة الأربعاء وكل القولين محتمل قال المصنف رحمه الله وله ثلاث وستون سنة وقيل خمس وستون سنة وقيل ستون سنة ثلاثة أقاويل أيها الكرام وردت في تحديد سن وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدركته الوفاة والذي عليه الأكثر والأشهر أنه ثلاث وستون سنة كما سيرجحون مصنف لكن القولين الآخرين أنه ستون أو خمس وستون هو بناء على حذف الكسور من الأعداد والمقصود من الكسور ما كان بين كل عشرة وعشرة في ألفاظ العقود أو ما بين العشرة والخمسة يعني ما كان بين المضاعفات الخمسة يكون كسرا فإما أن تقول ستون أو خمسة وستون ولا تقول ثلاث وستون أو تقول ستون وسبعون فما كان بين ألفاظ العقود يعد كسرا وقد جرت عادة العرب في ذكر الأرقام تاريخا كان أو عددا أو شيئا مما يستدعي ذكر الرقم أنهم يجبرون الكسرة فإن كان إلى اللفظ في العقود الأقل جبروه فحذفوه وإن كان إلى لفظ العقود في الأكبر جبروه فأتموه يعني ما كان دون الخمسة والستين تجبره بحذفه فتقول ستون وما كان فوق الخمسة والستين تجبره بحذفه فتزيده فتقول سبعون وهذه طريقة دارجة وبعض الناس لا يزالوا استعملها اختصارا أو إجمالا للكلام ولهذا قال المصنف الجمع بين الروايات أن مروا ستين لم يعد معها الكسور ومروا خمسا وستين عد سنتي المولد والوفاة ومروا ثلاثا وستين لم يعدهما يعني سنة الولادة وسنة الوفاة وذكر الرقم على الضبط الصحيح من غير زيادة ولا نقصان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة هذا أصح الأقوال لسببين الأول صحة الحديث فقد خرج في الصحيحين معا والثاني أن الراوي لهذا والذي يذكره بالعدد تحديدا أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وثالثا فإنه غافق ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج البخاري وفي الصحيح أنه حدد عدد بثلاث وستين سنة فلهذا أصبح هذا القول أرجح الأقوال وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين سنة أخرجها الإمام مسلم فهذه دليل القول الثاني وصح عن أنس رضي الله عنه أنها ستون سنة أخرجها الإمام البخاري وهذا دليل القول الثالث وقد جمع الإمام النووي هنا كما سمعت بأنها عبارة عن تقارب لا اختلاف فهو اختلاف عدد على وجه التقريب لا على وجه التحديد فمر وستين حذف الكسرة ومن قال خمسا وستين عد معها سنة الولادة والوفاة فزادت سنتين ومر وثلاثا وستين ذكرها على الضبط الصحيح رجح المصنف رحمه الله فقال والصحيح ثلاث وستون وهو الرقم الذي يحفظه عامة الناس عندما يسأل عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف في تمام الفائدة وكذا الصحيح في سن أبي بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم ثلاث وستون سنة يعني أن الله كتب لهم أيضا موافقة أعمارهم لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفياتهم فتوفي أبو بكر وعمره ثلاث وستون وتوفي عمر وعمره ثلاث وستون وتوفي علي وعمره ثلاث وستون وتوفي تعائشة وعمرها ثلاث وستون رضي الله عنهم جميعا وهو مخرج في الصحيحين في شأن أبي بكر وعمر في صحيح مسلم أن عمرهما عند الوفاة ثلاث وستون سنة وشأن علي أخرجه الإمام الذهبي وذكره في تاريخ الإسلام وكذا ذكر ما يتعلق بعمر عائشة رضي الله عنهم جميعا فقد وافقت أعمارهم أعمار نبيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحاكم أبو أحمد وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله لما قال الحاكم أبو أحمد خشي أن يظن أنه وهم وأنه يقصد الإمام الحاكم النيسابوري أبي عبد الله صاحب المستدرك فبين رحمه الله فقال الحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم أبي عبد الله فأفاد فائدتين أنه ليس هو فأثبت المغايرة والثانية بيّن العلاقة بذكر أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك شيخ للحاكم أبي أحمد الذي ينقل عنه القول التالي نعم يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا قال الحاكم أبو عبد الله يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين بعض هذه التواريخ ثابتة صحيحة تاريخا وسيرة وبعضها لا دليل عليه يثبتها فإن ثبتت فهي من الموافقات اللطيفة أن كان يوم الاثنين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيتا لعدد من الأحداث العظام مولده ونزول الوحي عليه نبوأته وهجرته ووصوله المدينة ووفاته صلى الله عليه وسلم أما الثابت منها حسب قوة ورودها وصحتها فهو أولا يوم ولادته ويوم وفاته ويوم الوفاة قد تقدم في غير ما رواية في الصحيحين من حديث عدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأما في شأن ولادته فقد ثبت أيضا في الصحيح لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم لتفيه وهذاني أصح من غيرهما مما ذكر هنا في مقولة الإمام الحاكم أبي عبد الله رحمه الله ويبقى النبوأة والهجرة ووصول المدينة فإنها مما يذكرها أرباب التواريخ والسيار فأن الوحي أول ما نزل عليه في غار حراء وافق يوم الاثنين وهذا معنى قوله ونبئ يوم الاثنين والهجرة أيضا أنها وافقت يوم الاثنين ولما بلغ المدينة أيضا وصلها يوم الاثنين والمقصود بالوصول يعني قباء فإنه قد بلغ قباء ومكث عندهم بضعة أيام حتى بني مسجد قباء وصلى فيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتحل عنهم صبيحة الجمعة متجها إلى طيبة حتى أدركته صلاة الجمعة في الطريق فصلى في بني عمر بن عوف فيما يسمى اليوم بمسجد الجمعة فبلغ المدينة أي طيبة يوم الجمعة والمقصود بيوم الاثنين بلوغه أرض طيبة وتحديدا بقباء صلوات الله وسلامه عليه فهذا ما ذكره الحاكم أبو عبد الله ثم قال المصنف رحمه الله في سياق ما يتعلق بشأن الولادة والوفاء قال وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا الختان معروف ختان الصبيان بعد الولادة وهو إزالة الجلدة التي تكون على حشفة الذكر كما جاءت به الشريعة إنقاء وتطهيرا وتطببا فإنه أنفع وأطهر وقد جاءت به شريعة الإسلام التي ما جاءت إلا بكل خير وكمال وطيب والحمد لله وأما قوله مسرورا يعني مقطوع السرة التي ينزل بها الجنين من بطن أمه مرتبطا بهذا الحبل السري الذي كان منه يتغذى الجنين في رحم أمه فإنه بعد الولادة يقطع الطبيب أو القابلة في الولادة هذا الحبل السري حتى يتم انفصال الجنين عن أمه فقوله ولد مختونا مسرورا أي قد تم ختانه وقوله مسرورا أي مقطوع السرة الذي جاءت به الآثار هذا الحديث لا يصح ولهذا أورده الإمام بن الجوز رحمه الله في كتاب الموضوعات ثم إن ثبت يعني كونه ولد مسرورا فليس هذا من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم أقصد بالولادة مختونا فإنه قد ذكر غير واحد أن كثيرا من الناس يولد مختونا كما ذكر الإمام بن القيم رحمه الله تعالى وذكر قولا آخر في شأن ختانه صلوات الله وسلامه عليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم ختن يوم شق قلبه لما شقته الملائكة عند مرضعته حليمة ثم غسل في طست بماء زمزمة وأعيد إليه في حادثة شق الصدر الثابتة في سيرته صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا قول الرابع وهو أن جده عبد المطلب لما آل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبشر بولادته ختنه يوم سابعه صنع له مأدوبة وأنه سماه محمدا وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهذه أقوال متعددة في شأن ولادته مختونا وهذا كما قلت لا يثبت به دليل صحيح والحديث المذكور هنا قد ضعفه ابن الجوز بل أورده في الموضوعات رحمه الله تعالى وَكُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ثبت ذلك في الصحيحين نعم ثبت في الصحيحين أنه كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمام المراد أولا بالأثواب هنا جمع ثوب وليس هو الثوب المخيط المفصل على الجسد الذي نلبسه ونصطلح اليوم على تسميته بالثوب بل الثوب في لغة العرب قطعة القماش المفردة قبل أن تخاط وتفصل تسمى ثوبا هذا أولا وثانيا فإن الثوب إذا فصل في لغة العرب يسمى بالهيئة التي يفصل عليها فما نلبسه اليوم هذا يسمى قميصا فإن كان إزارا أو رداءا أو نحوه يسمى باسمه أما الثوب بهذا اللفظ فهو قطعة القماش فكفن في ثلاثة أثواب كما يكفن الموتى بأن تفرد قطع الثوب واحدة فوق الأخرى ثم تلف عليه واحدة تلو الأخرى بعد الغسل عند التكفين فكان تكفين رسولنا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب هذا وصف والوصف الثاني يعني في تحديد العدد والوصف الثاني في وصف لون الثوب ثلاثة أثواب بيض فكانت بيضاء نقية نظيفة كفن فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم وكفن فيها هذا الجسد الطاهر الشريف فدته نفسي وما ملكت يداي والأمة جميعا عليه الصلاة والسلام الوصف الثالث قال ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية هذا الوصف الأخير هو لنوع القماش والثوب الذي كفن فيه وهي نوع معروف بقوله سحولية تقدم من اليمن فيها هذا الوصف المعروف فكانت هي كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد فقال ليس فيها قميص ولا عمامة يعني لم يكفن في قميص مفصل على الجسد ألبس إياه كلا ولا عمامة جعلت على رأسه كلا بل هي أثواب بيض مفردة كفن في واحدة منها تلو الأخرى تكون الوفافات واحدة فوق الأخرى وهذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مضت به السنة في أمته في تكفين موتاها أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحاكم أبو أحمد ولما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره على شفير القبر لما أدرج أي لما وضع صلى الله عليه وسلم في أكفانه الثلاثة ولف فيها صلى الله عليه وسلم وأصبحت جنازته الشريفة الطاهرة مهيئة للصلاة واستعدادا للدفن بعدها وضع على سريره على شفير القبر يعني قد حفر القبر ثم وضع السرير النعش الذي تكون عليه الجنازة وضع صلى الله عليه وسلم على السرير من أجل تهيئة الصلاة عليه وقد تقدم قبل قليل فيما ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطئ بلاغا وما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن الناس دخلوا أرسالا أرسالا مجموعات مجموعات يدخلون للصلاة عليه رجالا ونساء لا يأمهم أحد كل يدخلوا فيصلي بنفسه على حبيب قلبه ونبي أمته صلى الله عليه وسلم ويخرجوا ويدخلوا آخرون وهكذا ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يأمهم أحد لا يأمهم أحد كل يصلي بنفسه صلاة فردية فإن قيل ليما فالجواب من وجوه أولها أنه لم يكن هناك مكان متسع لصلاة جماعة واحدة عليه صلى الله عليه وسلم هذا أولا وثانيا أنه حتى لو تهيأ المكان فإن الناس في تتابعهم وقدومهم وبلوغهم المدينة بعد سماع الخبار وانتشاره أيضا يستدعي وقتا فحتى لو استوعب مكان متسع لجماعة كبيرة فإنه يقينا أنه ستأتي جماعة بعد جماعة وكلما فرغت جماعة من الصلاة لحقت بهم أخرى للصلاة عليه فلن يكون هناك جماعة واحدة محصورة تتم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله إن صلاتهم عليه فراد لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه وهذا مهم فهذا باتفاق لا خلاف فيه قال وقد اختلف في تعليله يعني لماذا اختار الصحابة هذا الأمر وهو أن يصلوا عليه فرادا قال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد انتهى كلامه من كتاب الأم رحمه الله تعالى وكلام الإمام الشافعي ها هنا لطيف للغاية وفيه نكتتان دقيقتان جليلتان أولاهما قوله إنما صلوا عليه مرة بعد مرة لعظم قدره يعني لعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله أن تكون الصلاة عليه ليست مرة ولا مرتين بل صلوات متكررة بعدد أفراد من صلى عليه واحدا واحدا فلو قلت كم مرة صلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ماته لما حصرت العدد لكثرتهم لأن تقولهم هل صلوا عليه ألف مرة أو ألفي مرة أو ثلاثة آلاف أو عشرة آلاف مرة لعظيم قدره لكن جنازة الواحد منا في المسلمين ولو أتوا به إلى أعظم المجامع والجوامع كما في الحرمين وغيرهما فصلى عليه ولو مليون إنسان ستقول صلوا عليه صلاة واحدة لكن صلوا عليه أفذاذا لعظم قدره ووجه آخر في فهم العبارة أنه لعظيم قدره فإنه لا تطيق الجماعة في عظيم هذا القدر أن تصلي عليه مرة واحدة الجملة الثانية اللطيفة في كلام الإمام الشافعي قال ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد وهذا وجه لطيف يقوله رحمه الله تعالى اجتهادا لكأنك تعيش شعور أحدهم بعدما عاشوا هول الواقعة وعظيم المصاب وخطب الجلل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يقبلون به أن يكون إماما يأتمون خلفه للصلاة على نبيهم صلى الله عليه وسلم بل كلهم ينافس في شرف أن يتولى بنفسه الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الأم كما تقدم نعم فأولهم صلاة عليه العباس ثم بنوا هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصاء ثم سائر الناس فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء ثم دفن صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم ابناء العباس وشقران نعم انتهى كلام الإمام الحاكم أبي أحمد رحمه الله ولما ذكر الصلاة انتقل إلى تحديد تفويج الناس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأولهم صلاة عليه العباس ابن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه العباس وقد كان كبير آل البيت رضي الله عنه سنا وقدرا ومكانة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتولى أولا الصلاة عليه ثم بنو هاشم يعني قرابته أبناء العباس وأبناء وابي طالب قال ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس يعني من القبائل والصحابة من سائر القبائل رضي الله عنهم جميعا فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء وهذا الترتيب كما ترون موافق لترتيب الشريعة في الصفوف التي تكون في العبادات كما في الصلاة فإنه تبتدئ صفوف الرجال ويليها صفوف الصبيان ثم تكون صفوف النساء وهذا الترتيب يا كرام في شريعة الإسلام ليس فيه حط لقدر ومنصب لجنس على جنس كما لا يعني تفضيلا أيضا من هذا الاعتبار بتقديم الصفوف لكنها حكمة الشريعة في ترتيب الأمور وفق ما أرادته الشريعة من حكم جليلة وهو تولي الأمور على قدر عظمها وتولي كل وتهيئ كل لما خلق لأجله فالرجال من يتولى عظائم الأمور والقيادة والولاية ومباشرة الأمور العظيمة في الأسرة والبيت والأمة والمجتبع يتقدمون في الصفوف لحاجة المجتمع والبيت والأسرة والأمة إلى أن يكونوا في الصفوف الأول يقودون الزمام ويحملون الأعباء ويتحملون الثقل ثم الصبيان ليكون ذلك تربية لهم على الاقتداء بمن يرونه أمام أعينهم في الصفوف التي تتقدمهم فيتأسون ويقتدون ولما يكون من شأن الصبيان عادة في شيء ربما من عدم الانضباط أو الخلل الذي لا يراد له أن يكون ظاهرا وباديا في مقدمات صفوف الأمة في صلاتها في جهادها في مظهرها العام الذي تتولى فيه تشريف هذه الأمة بأداء رسالة الله المناطة بها وتأخير صفوف النساء في جماعة المسجد في الصلاة وفي شأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته كما في هذا الخبر هو أيضا حفظا لهن وصونا لهن وخصوصية لهن بالانفراد الذي يأنسن فيه من غير مزاحمة ولا مضايقة أو انزعاج فيستأثرن بتمام الراحة والاختيار وانشراح الصدر مع عدم مضايقة وانزعاج كما تقدم قال ثم دفن صلى الله عليه وسلم أما وقد وضع جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام على السرير على شفير القبر وفرغ الناس من الصلاة فإن الخطوة التالية هي إنزاله في اللحد عليه الصلاة والسلام وإنزاله في اللحد هو من أجل الدفن الذي مضت فيه سنة الله على كل الأموات فقد تهيأ القبر وما بقي إلا إنزاله في اللحد عليه الصلاة والسلام قال نزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم بن العباس وشقران أما العباس فقد تقدم أنه كبير آل البيت وأما علي رضي الله عنهم جميعا أما علي فصهره وابن عمه والقريب منه جدا صلى الله عليه وسلم والفضل وقثم بن العباس فإنهما كانا ممن تولى الغسلة وهؤلاء المذكورون مع شقران وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من تولى الغسلة وهم من تولى التكفين وهم من تولى الدفن وكان معهم في الغسل أيضا أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا فنزلوا في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتولون هذا الأمر العظيم وقد تولوا شأن غسله وتكفينه ثم دفنه صلى الله عليه وسلم قال ويقال كان أسامة بن زيد وأويس بن خولي معهم ويقال كان أسامة بن زيد وأويس بن خولي معهم أما أسامة فقد تقدم أنه ممن شارك في الدفن رضي الله عنه وأرضاه لكن هل كان معهم ممن شارك في الغسل فهل شارك معهم في الدفن قيل هذا وأما أوس بن خولي فقد ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمته عن ابن إسحاق أنه ذكره ضمن من نزلوا في قبره صلى الله عليه وسلم وعز ذلك إلى الطبران رواه من الطريق نفسه قال وفيه راو ضعيف وأورده المصنف هنا بصيغة التضعيف قال ويقال كان أسامة بن زيد وأويس بن خولي معهم والله أعلم ودفن في اللحد وبني عليه صلى الله عليه وسلم في لحده اللبن يقال إنها تسع لبنات ثم أهال التراب وجعل قبره صلى الله عليه وسلم مسطحا ورش عليه الماء رشا نعم قال رحمه الله تعالى ودفن في اللحد تعلمون رعاكم الله أن دفن موت المسلمين في مقابرهم إما أن يكون شقا أو يكون لحدا فالقبور نوعان الشق الحفرة التي تأتي مواجهة لفتحة القبر ينزل فيها الميت في أسفلها فتكون عميقة وينزل فيها الميت ثم يغطى قبره ويهال عليه التراب ويدفن والنوع الثاني من القبور هو اللحد والمراد باللحد الشق في عرض القبر فإذا نزل فتح القبر يكون الشق في عرضه أي تحت الأرض في داخله إلى الداخل ويلحد فيه الميت أي يكون في داخله وهل كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام شقا أو كان لحدا الصحيح أنه كان لحدا أي ألحد وهذا معنى قوله دفن في اللحد أو يقال ألحد في القبر ولهذا صح في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ألحد في قبره فأراد أن يكون له صنيع يماثله فهذا اللحد وفي الأثر أيضا أن العباس رضي الله عنهما لما استقر خبر الوفاة بعث رضي الله عنه إلى الصحابة ممن يجيد الحفرة في القبر في الشق أو في اللحد يبحث عن من يتولى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيئة القبر أو اللحد أحدهما فكان الأسبق حضور من يتولى اللحد فكان بذلك اختيارا من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلوحد في قبره صلوات الله وسلامه عليه قال المصنف رحمه الله وبني عليه في لحده لبن فإن الميت إذا أدخل في اللحد يحتاج في فتحة اللحد أن يسد عليه بلبنات من الطين ذاته يقال إنها تسع لبنات فإنها ترص حتى تسد بها الفتحة في اللحد ثم يهال التراب من فوقها قال ثم أهال التراب وأما المسألة الأخرى في الجملة فقوله وجعل قبره صلى الله عليه وسلم مسطحا المقصود بتسطيح القبر هو ألا يكون مسنما أي عاليا مرتفعا أو بارزا على هيئة سنام البعير فإن سنام البعير له ارتفاع ليس ظهرا مستويا كما في الدواب كالغنم والبقر والفرس والبغال والحمير ليس كذلك فإن الارتفاع في ظهر البعير يسمى سناما ومنه يقال تسنيم القبور أي أن يكون على وجه القبر ارتفاع كارتفاع سنام البعير قال هنا جعل قبره مسطحا صلى الله عليه وسلم والصحيح أن قبره كان مسنما صلى الله عليه وسلم وعن جابر من عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر كما أخرجه ابن حبان في الصحيح وبهذا مضت السنة أن لا يرتفع تسنيم القبور أكثر من شبر يعني عن مستوى سطح المقابر فيكون التسنيم له دلالة وهو أنها هنا ميتا مدفونا في هذا القبر فيحترم ويسلم عليه ويدعى له أو يصلى عليه إن كان مقبورا فأما تسنيمها أكثر من ذلك فمخالفة للسنة فضلا عن ارتفاع ذلك التسنيم وتجاوزه إلى حد البناء سواء كان بناء مرتفع قدر ذراع فيرفع على شكل صندوق ويبنى عليه من جص مثلا أو رخام فضلا عن أن يكون فوق ذلك فيرتفع بناء على شكل غرفة فضلا عن أن تتخذ عليها القباب وأن تكون مزارات تصبح فيما بعد ذريعة إلى تجاوزات غير مشروعة جاءت الشريعة بإبطالها وإغلاق أبوابها فراعت الشريعة ذلك الأمر ابتداء فقررت الاكتفاء بتسنيم القبور لا يزيد عن شبر وهذه السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعت امثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته يعني مرتفعا بارزا ظاهرا لأن إظهاره وإبرازه مدعاة إلى إقبال أصحاب القلوب الضعيفة المتعلقة بغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك وهذا من تميم رعاية الشريعة لحماية حما التوحيد وسد ذرائع الشرك وإبقاء القلوب متعلقة بخالقها متوكلة عليه وحده سبحانه قال المصنف رحمه الله ورش عليه الماء رشا أي رش على قبره الماء على قبره صلى الله عليه وسلم أخرج ذلك الإمام البيهقي في دلائل النبوة وفي إسناده الواقدي وهو متروك الحديث وروي في رش الماء على القبر أيضا عند ابن ماجة عن أبي رافع رضي الله عنه قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء لكن الحديث ضعيف السند لضعف بعض رواته فقوله ورش الماء يذكره الفقهاء في جواز ذلك بعد دفن الميت على قبره لأجل مصلحة تتعلق بذلك يلتزق ترابه ولألا يثور غباره فتكون هذه من المصالح المتعلقة باتخاذ رش الماء على القبر حفاظا عليه ورغبة في تسكين التراب الذي يكون فوق القبر من أجل حرص على إبقائه من غير ما إشكال يحصل فيه وهذا معنى قول المصنف رش عليه الماء رشا فالخلاصة إذن أن نبينا صلى الله عليه وسلم يا كرام دفن في قبره وقد كان قبره لحدا وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم إنما اختاروا اللحدة في قبره عليه الصلاة والسلام لاختيار الله له لأمر اجتهدوا فيه رضي الله عنهم فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما هو أليق به وأولى به وقد أخرج أبو يعلى وابن ماجة من حديث من عباس رضي الله عنهما قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا العباس رجليني فقال لأحدهم اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح لأهل مكة يعني يحفر قبورهم وأضرحتهم وقال لآخر اذهب إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وبالمناسبة فإنه لا يزال إلى اليوم قبور أهل مكة أي هو الشق وقبور أهل المدينة اللحد عملا بذلك منذ تلك الأزمنة إلى اليوم فقال العباس اللهم خر لرسولك يعني اختر لنبيك فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن وسط الليل من ليلة الأربعاء إلى آخر ما أورده في الرواية فهذه الخلاصة أنه دفن في اللحد عليه الصلاة والسلام وبني عليه اللبن تسع لبنات ثم أهال التراب عليه وكان قبره مسنما ورش عليه الماء رشا نعم قال نزل المغيرة في قبره ولا يصح هذه الجملة التي نختم بها مجلس الليلة قال يقال نزل المغيرة بن شعب في قبره ثم عقب المصنف فقال ولا يصح والمقصود بهذه الرواية ما ذكره غير واحد أن نفرا من أهل العراق قالوا لعلي بن أبي طالب يا أبا الحسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تنجزنا أو تخبرنا عنه قال أظن المغيرة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك فقال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم ابن العباس ولما وضع في الرواية في لحده عليه الصلاة والسلام ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبره فقال علي إنما ألقيته لتنزل فنزل فأعطاه إياه أو أمر رجلا فأعطاه إياه وقد ذكر ذلك الحاكم في المستدرك بسنده لما ألقى المغيرة خاتمه قال له علي لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث أنت الناس أن خاتمك في قبره فنزل علي وقد رأى موقعه فتناوله فدفعه إياه وهذا مما يذكر في تصحيح الدواية ولهذا قال المصنف ولا يثبت ذلك في نسبة هذا إلى المغيرة فحتى إن ثبت أن المغيرة ألقى خاتمه لا يقتضي له أنه حصل ما أمله لما في الرواية من أن علي لم يمكنه من النزول بل أمر غيره فناوله إياه وقد قال الواقدي ألقى المغيرة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله مما صحح المصنف وهي إحدى ميزات الكتاب إيراد الأخبار مع التصحيح والترجيح لا يزال في هذا الفصل بقية نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة استكثروا من خير هذه الليلة وبركاتها باستكثاركم من الصلاة والسلام على رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم تزدادون خيرا وبركة وتنالون عظيمة من المغفرة والرحمة وصلاة ربكم عليكم طابت ليلتكم بكثرة الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء يا حي يا قيوم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعلنا يا إلهي في خيرة خلقك وأحبهم إليك وارزقنا يا رب السعادة الأبدية وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين